عبر أقمص صناعية من درعا ينضم لنا مرسل أخبار الآن محمد الحراني محمد أهلا بك معنا عشرة فصائل إذن تنضم إلى جبهة الوطنية تحرير سوريا وإعادة هيكلة فصائل درعا تفاصيل ذلك ومتى من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الجسم الموحد للفصائل نعم خديجة مساء الخير كما ذكرت هناك عدد من الفصائل أعلنت عن تشكيل الجبهة الوطنية لتحرير سوريا قبل أيام أصدرت هذه الفصائل بيانا أطلقت على نفسها اسم الجبهة الوطنية لتحرير السوريا هذه الجبهة تضم عدد كبير من الفصائل أبرزها كان الفصائل فجر التوحيد وتوحيد كتاب حران وأيضا فرقة القادسية كل جل هذه الفصائل كانت تتلقى دعب من غرفة العمليات موك المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي كانت تعلن عن اندماجها بشكل كامل تحت فصيل عسكري موحد تحت قيادة عسكرية موحدة غالبيتهم من الضباط المشقين عن نظام الأسد سابقا اليوم أيضا صدر بيان من انضمام عدد آخر من ألوية فصائل الجنوب السوري إلى هذا التشكيل إلى هذا الجسم العسكري في بغية التوحد وبغية توحيد الكلمة في الجنوب السوري جديد بالذكر خديجة أن هذه الفصائل تنتشر على مساحة جغرافية تمتد من ريف القنيطرة إلى ريف درعاء الشرقي وريف درعاء الغربي هذه الفصائل خاضت على عديد من المعارك ضد قوات النظام اليوم تعلن اندماجها بهدف توحيد الصف لتضبط المناطق التي تسيطر عليها من فوضى السلاح من فوضى التهريب من فوضى التي كانت تعلم منها المنطقة سابقا انت وصلت مع المعنيين في هذا التشكيل أخبروني أن هناك خلال يوم أو يومين سيتب إعلان بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام وعبر فيديو مصورة عن حيثيات هذا التشكيل منهجيته الأهداف التي يسعى إليها لماذا تهدف هذه التشكيلات من هذا التوحد ولا سيما أن هناك جسم عسكري في الجنوب السوري يمثل بالجبهة الجنوبية يضم كافة فصائل الجيش السوري الحر وهي فصائل معتدلة بالنسبة للمجتمع الدولي ربما تكون هذه الخطوة تأتي في الأيام القادمة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي يقبع في ممتقة حوض اليارموكر وما تكون هذه التشكيلات إلى مواجهة تنظيمات أخرى في جنوب السوري خاصة بعد قرار وقف إطلاق النار وهنا جديد بالذكر أن ما تزال الهدى مستمرة وأن هناك إعادة ترتيب الأوراق بين فصائل الجبهة الجنوبية يعادة ضبط المناطق المحررة في الجنوب السوري نعم يا خديجة المدنيون عندما يسمعون عن كل الفصائل تم توحيدها تحت جيش مواحد حتى تحت جبهة وطنية لتحرير سوريا ما الأمال التي يعلقونها عليهم بالتالي من المسؤولية الملقاة على هؤلاء الفصائل بما يخدم المدنيين أولا ويخدم الثورة السورية نعم خديجة في الأيام الماضية ومنذ هدوء الجبهات في الجنوب السوري وتوقفت لقنار هناك مظاهرات قد خرجت في الجنوب السوري ولا سيما في السورية بشكل عام المدنيين والأهالي طالبون الجيش الحر بالتوحد والاندماج ضمن جسم عسكري موحد لنبذ الخلافات المتعلقة بين الفصائل المدنيون اليوم يعلقون أمال على توحد الجيش الحر فهم الأمل الوحيد لهؤلاء المدنيين بضبط مناطقهم بإعادة الأمن والاستقرار لمناطق التي يسيطرون عليها التي يعيشون فيها اليوم خديجة هناك فوضى السلاح منتشرة بشكل كبير في المناطق المحررة هناك من يطلق عن نفسه ثور وهو لا يتبع إلى فصال عسكرية ربما هذه هي الأجسام العسكرية إذا صدقت بتشكيلاتها تتم عمليات تنظيف المنطقة من فوضى السلاح المنتشر بين القرى المحررة إعادة الأمن والاستقرار ترتيب الأمور من أمن داخلي من أمن عسكري من أيضا إدارة الأحوال المدنية عسكريا ومدنيا بالتنسيق مع جهات أخرى جهات مدنية ثورية اليوم مطلب الثورة ومطلب الثوار من الشارع السوري ولسيما في الجنوب السوري هو توحد الفصال العسكرية ضمن جسم عسكري واحد يضم قادات وضباط عسكريين أكفة لإدارة المنطقة وإدارة المرحلة القادمة شكرا لك محمد الحراني مرسل الأخبار الآن كنت معنا عبر الأقمص صناعية من درع